السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين الجوع والشبع حكايات تروة وحكايتنا النهاردة تنشيط الأيض كتير جدا من الناس اللي عايزة تخس تيجي تقول لنا أنا الأيض بتاعي ضعيف الحرق بتاعي مش نشيط بطيء أنا عايز حاجة تزود أو تنشط الأيض عشان أحرق لأن أنا بقالي فترة وزني ثابت النهاردة ان شاء الله في حلقتنا هنتكلم عن تنشيط الأيض وازاي نعدل ونزود من النشاط الأيضي بالجسم لكن خلونا بالبداية نعرف شوية حقائق كده أول حاجة الناس اللي فينا كل شوية تدخل في حمية غذائية وتطلع وبعدين ترجع تاني تعمل ريجيم وترجع تاكل تاني ووزنها جزيد أو هي عايشة عمالة كل شوية تبدل ريجيم وتدخل في حميات غذائية مختلفة دخول الجسم في حميات غذائية بشكل مستمر ده بيقلل الحرق أو بيقلل الأيض طب ليه؟ احنا عارفين إن الجسم عنده الدهون اللي موجودة فيه هي ترجمتها بالنسباله البقاء يعني إيه؟ يعني لو الواحد انقطع عنه السبيل ومفيش أكل داخل الجسم اللي حينقذه الغذاء الداخلي الدهون اللي موجودة جوه الجسم حيبدأ يحرقها ويستفاد منها عشان هو عنده عمليات حيوية كتيرة جدا ولازم تشتغل القلب مش ممكن يبطل الدماغ أو المخ محتاج طاقة وكمية طاقة كبيرة جدا جميع الخلايا في الجسم محتاجة الطاقة دي وبالتالي الجسم مش عايز يعتبد عليك مش واثق فينا الحقيقة وبيحاول لما نبدأ نقلل الأكل اللي داخل يوم يعمل إيه؟ يحبس بقى الدهون دي يقلل النشاط الحيوي ويبدأ يستخدم الطاقة اللي انت بتدخليها في احتياجاتك اليومية إيه ده؟ هو الجسم بيفهم؟ أيوة طبعا الجسم مزود ببرامج من عند الله سبحانه وتعالى عشان يحافظ على بقاء الإنسان الدهون دي اللي متخزنة وحتى العضلات اللي موجودة والعظام كل جزء في جسم الإنسان ممكن الجسم يستغله داخليا لما احنا نقفل بقنا لأي سبب من الأسباب يعني الناس اللي في المجاعات زي ما احنا بنشوفهم بيستهلكوا كل حاجة اللحم الدهون الأول وبعدين العضلات ثم بعد ذلك ممكن كمان العضل فالجسم اللي بيدخل في حميات غذائية كتيرة أو مدد طويلة ده بيقلل القيد يعني لو بقالك سنة سنتين بتعملي ريجيم طبيع القيد بتاعك حيقل أو معدل الحرق بتاعك حيقل لأن الجسم بيحاول يخلص كل الوزايفة اللي جواه لكن يستهلك طاقة قليلة كمان الحميات الغذائية بتساعد أو بتخلي الواحد عنده شعور بالجوة أيز ياكل عنده رغبة في الأكل وبعدين نجي في وقت من الأوقات وإحنا عاملين حمية غذائية بعد ما خسينا ومبسوطين جدا بالحمية نلاقي الجسم سبت ليه؟ ممكن يقعد سابت شهر شهرين تلاتة لغاية ما المختص الغذائي اللي بيتابع معاك يبدأ يكسر لك عملية السبات دي طيب سبات الوزن إيه اللي بيحصل؟ ليه باجي؟ باجي عند نقطة معينة ووزن يبقى ثابت طبعا الناس اللي هما وزنهم بيبقى مزبوط فترة بيبقوا فرحانين جدا لو دي نقطة السبات بتاعتهم لو هي وزنها سبعين كيلو وهي فرحانة دي فتقعد تاكل وتاكل زيادة بس الوزن يثابت عند نفس الوزن عند السبعين مش بتحرك فوق ولا تحت فتبقى فرحانة جدا وبعدين تقعد تاكل وفجأة وتسيب الميزان خالص فجأة بقى تلاقي نفسها بقت خمسة وسبعين ثمانين من غير متاشر طب إيه اللي حصل؟ الجسم يسيبت فترة طويلة وبعدين الواحد طمع فبدأ يأكل والأكل ده بدأ يتخزن وإحنا لأنه مش بنوزن ما بناخدش بقىنا فنقطة السبات هي النقطة اللي الجسم عنده رغبة أنه يستنى عندها خلاص يعني يثبت عليها يفضل ثابت في الوزن الجسم نفسه بيحب الاستقرار على وزن معين صحيح هو بيحب يوقف عند نقطة ممكن ينزل عندناها في حال إن احنا لو دخلنا أكل أقل من احتياجاتنا وبعدين ممكن يثبت فترة طويلة ويقاوم كميات الأكل اللي احنا بناخدها لكن فترة دي مش هتستمر كتير وحيبدأ يرتفع عن الوزن الموجود وإلا بقى اللي واصل ثمانين وفرحان بيقدر يستمر أو سبين أو ستين وهكذا طب إيه اللي بيحصل بقى؟ مهم جدا بالنسبة لنا إن احنا نخلي دايما نقطة السبات بتاعتنا منخافضة ليه؟ ده بقى حيساعدنا إن احنا لو في يوم أكلنا أكل زيادة يعني تخطينا مرحلة الحاجة أو مرتبة الحاجة لمرتبة الشبع حيفضل ثابت لو الواحد وزنه ستين كيلو وبعدين شبع مرتين تلاتة حنلاقي هما ستين ما بيزيدش هي دي نقطة السبات فكل ما تكون منخافضة كل ما يكون أفضل بالنسبة لنا نبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم أكلات يقيمنا بها صلب هي دي اللي بتحافظ على السبات طيب والسبات ده ممكن يستمر آه ممكن يستمر شوية لكن مع التعدي لمرتبة الشبع فترة طويلة ده هيزود الوزن وحيحرك نقطة السبات فبدل ما هي كانت ستين ممكن تبقى خمسة وستين ويركز عليها شوية وبعد كده يرتفع مع الاستمرار في تناول كميات من الطعام أكتر من احتياجنا لأبعد من كده بشوية ممكن يوصل سبعين وممكن بقى مع الوقت العملية تزيد أكتر من كده طيب عشان نصلح نقطة السبات دي واللي هي عمالة كل شوية نوصل سبعين كيلو تقف حبة كم شهر كده وكل ما نوزن نلاقي نفسنا سبعين فنطمع وناكل وبعدين فجأة تبقى خمسة وسبعين وبعد كده ممكن نلاقها تمانين وهكذا لغاية ما الواحد ممكن نلاقي نفسه ميت كيلو أعمل ايه؟ عشان دايما أخلي نقطة السبات بتاعتي في المنطقة القليلة أو النقصة أو نخفض ازاي نقطة السبات قبل ما نكلم على إصلاح نقطة السبات دي في واحد مهم جدا من الهرمونات ليه علاقة بيها مباشرة وليه تأثير عليها خلونا نتكلم عليه شوية لأنه هو سبب كتير في مشاكل بتاعتنا الكبد الدهني الدهون في البطن السكر النوع التاني فخلونا نتكلم عن الهرمون ده شوي هرمون الانسلين من الهرمونات المهمة جدا في الجسم وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا في البنكرياس عارفين لما كنا بندرس في ابتداء كده القناة الهضمية فكان يقولك الجهاز الهضمي أبارة عن القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية القناة الهضمية اللي هو كان الأنبوب الهاضم من الفم لغاية فتحة الشرق وبعدين ملحقات القناة الهضمية اللي هو كان الكبد والبنكرياس تعالوا بقى نقف عند البنكرياس اللي هو انتوا شايفينه في الصورة دي والبنكرياس ده هضم مهم جدا جدا بالنسبة للإنسان وبالنسبة لعملية الهضم صنع هرمونات اللي بتحكم في مستوى السكر سواء كان الانسلين أو البلوكاجون كمان بيصنع كتير من الإنزيمات اللي ليها تأثير أو بتفتت لنا الأكل أو بتساهم في عملية تفتيت الطعام أو تحويل الطعام إلى مش تفتيت بقى تكسروا لعواملوا الأولية من الطعام بتاعنا إلى عناصر عشان العناصر دي اللي هتسبح في الدم طيب نيجي بقى الانسلين ده مهم جدا بيطلع من خلايا بيتا اللي موجودة في جزر لانجرهانز اللي موجودة في البنكرياس البنكرياس ده عبارة عن مجموعة جزر منهم جزر لانجرهانز وجزر لانجرهانز فيها خلايا بيتا وخلايا بيتا دي هي المسؤولة إنها تصنع الانسلين طيب الانسلين ده بتصنع كده في أي وقت وبأي كمية لا الانسلين يزيد في الدم لما احنا ناكل كاربوهيدريت وفي حاجات تانية بتزوده هنتكلم عليها بعدين لكن خلونا في الأساسي هو مرتبط بالتحكم في كميات السكر اللي موجودة في الدم بيخفضها أول ما ناكل كاربوهيدريت تتخدم الكاربوهيدريت في الأنبوب الهاضم تتحول لجلوكوز وبعدين البنكرياس يطلع أو يصنع الانسلين عشان يطلع يتصرف مع الجلوكوز اللي موجود في الدم يدخلوا الخلايا عشان تستعملوا طاقة زاد يبقى يتحول لجلوكوز في الكبد والعضلات خلاص المرحلة دي خلصت وتشبعت بعد كده يتحول الجلوكوز لدهون كمان ليه تأثير كبير جدا مش بس على الكاربوهيدريت على الدهون الدهون يعمل فيها إيه؟ أولا يقل الحرق بتاح تحافظ عليها عشان احنا قلنا الدهون بتساوي بين قصين عوامل أو عامل مهم جدا من بقاء الإنسان لو حصل مجاعة أو انقطع عنه الأكل لأي سبب من الأسباب فهو ده حتكون الوسيلة الأولى اللي الجسم حيلجأ لها عشان يعيش طيب حاجة تانية يحول الجلوكوز الزيادة لدهون عشان تروح تتخزن في مخازن الدهون برضو عشان الجسم يستخدمها وقت الحاجة طبعا مش بنتكلم عن الإفراط في الدهون احنا بنتكلم عن الوضع الطبيعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لطعام الإنسان أو لتفصيل الكميات كان أول مرتبة كما فسرها ابن القيم الجوزي رحمه الله كانت أكلات يقمنا بها صلبه ولا زيادة ولا نقصان وكميات ونوعيات طيب فإن كان لمحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لهي مرتبة الشبع في مرتبة تانية بقى فوق الشبع كمان إن الواحد ياخد زيادة ويأكل في أي وقت وبين الوجبات طول الوقت الأنبوب الهاضم وارد عليه غزاء في حالة دي بتبدأ يتخزن الأكل ده أو الكاربوهيدرات تتحول لدهون وتتخزن في مخازن الدهون اللي هي ملهاش نهاية بالنسبة للجسم لاي واحد مفوض وزنه يبقى خمسين كيلو شاي لقد وزنه ثلاثة اربع مرات ممكن يبقى مية وخمسين كيلو في ناس بتوصل متين كمان كمان الانسلين من الهرمونات اللي ليه تأثير على الأيد بتاع البروتين يبقى هو مش بس ليه علاقة بالكاربوهيدرات أو بالجلوكوز لا ده ليه علاقة بالدهون وليه علاقة بالبروتينات طيب نيجي بقى نشوف الانسلين ده لما يزيد في الدم إيه اللي هيحصل هو اللي بيزود وزننا إزاي زي ما انتم شايفين كده في الصورة الواحد يأكل الأكل فيه كاربوهيدر موجودة في الحبوب موجودة في البقليات موجودة في الفاكهة الجسء البانكرياس يفرز انسلين والانسلين لما الواحد يأكل عمال على بطال وكميات كبيرة يجي في وقت الخلايا تتشبع ما عادتش فتحة للانسلين فيزيد الانسلين في الدم ويبدأ يخزن يحول السكر اللي موجود لدهون والواحد يحس بقى السكر نقص مستوى السكر في الدم بدأ ينقص فيحس بقى انه تعبان وجعان يبدأ يأكل تاني وهكذا دايرة ما بتتقفلش يأكل البانكرياس يفرز انسلين الانسلين يحصل عندنا مقاومة انسلين من كتر ما احنا أكلنا كاربوهيدر فترة طويلة وبعدين يتخزن السكر دهون السكر في الدم من مستوي ايهل نتعب نجوع ناكل وهكذا وبالتالي نلاقي كل شهر نزيد كيلو ولا حاجة سنتعدي في عشر اتناشر كيلو زادوا فالواحد يلاقي نفسه وزنه زاد كتير جدا طيب الوضع الطبيعي ان احنا قبل الوجبة مفوض معدل السكر بتاعنا يكون يعني من ثمانين لمية وعشر ده في الوضع الطبيعي وبعدين بعد الاكل بساعتين يكون اعلى معدلات السكر ممكن يوصل مية وعشرين مية واربعين الطبيعي بقى انه يرجع السكر ده ينزل تاني لمعدلاته الطبيعية خلال ساعتين تلاتة هنيجي للناس اللي عندهم سكر السكر ما بينزلش بعد الاكل بساعتين لمعدلاته الطبيعي طيب والناس اللي بينقول عليهم بريد ديابيتك اللي هم عندهم مقاومة انسلين وعرضة انه هم يحصل لهم ارتفاع معدل السكر في الدم او يتصابوا بالسكر دول ايه اللي هيحصل انه في خلال الساعتين تلاتة دول بعد الاكل مش هينزل السكر للمعدلات الطبيعية حياخد وقت اطول عشان ينزل معدل السكر للمعدل الطبيعي وممكن كمان ما ينزلش للمعدل الطبيعي طيب طبعا لو منزلش معدل طبيعي خلاص هو بقى مريض سكر لكن لو فضل مرتفع فترة طويلة يبقى هو في الحالة دي بريدسبوز يعني ايه يعني هو معرض انه هو يصاب بالسكري النوع التاني نيجي بقى نلاقي ايه اللي هيحصل انا عندي انسلين كتير اه في الدم في حالة مقاومة الانسلين وكمان السكر ما دخلش الخلايا فهو برضو موجود بكيميات كبيرة في الدم اللي هيحصل انه هيبدأ يدخل يتحول السكر لدهون وتروح تتخزن في مخازن الدهون وبعدين نلاقي عندنا الكابد الدهني طيب ارتفاع السكر فترة طويلة او وجود بناكل كربوهايديد بكميات كبيرة طول الوقت بناكل سكريات بناكل بين الوجبات مش مديين فرصة للجسم نهائي اللي هيحصل اللي هيحصل ان احنا مع الوقت هيحصل لنا مقاومة انسولين يبقى مع مقاومة الانسولين دي احنا بناكل كميات كبيرة من الكربوهايدريت سواء كان كميات نشوية في الاول والاخر حتى النشويات بتتحول لجولوكوز فالواحد لو بياكل كميات كبيرة من النشويات ايضا ممكن يصاب بمقاومة الانسولين طيب ايه اللي هيحصل عملين بناكل كربوهايدريت عملين بناكل كربوهايدريت فترة طويلة اللي هيحصل هتتغير المستقبلات اللي بتستقبل الهرمون بتاع الانسولين خلاص او هرمون الانسولين المفروض ان هو اول ما يجي ناكل كربوهايدريت تتحول لسكر السكر ده هيبقى موجود في الدم البنكرياس هيطلق الانسولين الانسولين هياخد البنك هياخد السكر ويدخلوا الخلايا مش هيحصل كده الخلايا مش هيبقى فيها مستقبلات كفاية او هتبقى مقفولة لان مع التكرار والفترة طويلة بتنخفض عدد المستقبلات بالنسبة للخلايا فحلاقي في الدم ايه انسولين كمية كبيرة وكمان جولوكوز ايضا كمية كبيرة وحلاقي الاعراض اللي هقولكو عليها دلوقتي ايه الاعراض دي اول حاجة ممكن نلاقي عندنا كبد دهني تروح تعملي سونار دكتور يقولك فيه دهون على الكبد والكبد الدهني دي مشكلة يحصل من مقاومة الانسولين والواحد لو ما عندوش مقاومة انسولين وعندو كبد دهني بسبب الاسراف في تناول الدهون هو كمان يعمل مقاومة انسولين يعني دايرة مقفولة مقاومة الانسولين بسبب الكبد الدهني والكبد الدهني يسبب مقاومة الانسولين لأن في بعض الدهون الموجودة في الكبد بتسبب استجابات التهابية نتيجة الاستجابات الالتهابية دي تعمل لنا مقاومة انسولين طب وإيه تاني عندنا كمان بسبب مقاومة الانسلين ممكن الواحد يبع عنده تشوش ذهني مش مركز اللي بنسميها brain fog طيب مستوى الانسلين نلاقيه في الصيام مرتفع يا جمنين جي حتى لو احنا صايمين الجسم محتاج طاقة فيبدأ هو يتصرف ويكون جولوكوز ما عنده مصانعه مش هيغلب يعني وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قلتلكو الغذاء ده من عوامل استبقاء الانسان والجولوكوز مادة الطاقة لخلايا دم الحمراء ما عندهاش اي جهاز تاني يتعامل مع الدهون او عشان يحرق الدهون كمان المخ محتاج كمية من الجولوكوز وبعض خلايا الكلة فدول حاجة اساسية جدا فلازم الجسم يتصرف ويجيب او يصنع الجولوكوز طب بتصنع الجولوكوز هتلاقوا الانسلين عالي بعدين ترجع تقولي ده انا مكلتش حلويات خالص ده انا كنت صايمة كمان نلاقي فيه دهون في البطن دهون البطن مرتبطة ارتباط وسيق بواحد من الهرمونات دي اللي هو الانسلين الواحد يبقى يأكل ونايم على نفسه اول ما يخلص اكل عنده شعور بالنعاس عايز ينام وبعدين ممكن كمان يرتفع ضغط الدم ومن الحاجات برضو اللي تقدري تعرفي بيها انك مش بتقدري تصبري بين الوجبات ما تقدريش تعودي فترة طويلة تيجي بين الكل وجبة والتانية تحس ان انت عندك رغبة شديدة في الاكل وعايزة تاكلي من الحاجات برضو اللي مرتبطة بمقاومة الانسلين نلاقي فيه بقع داكنة في اماكن مختلفة في الجسم ممكن في الاقباطين في الرعبة في الفخ فمقاومة الانسلين من المشاكل الكبيرة جدا جدا المرتبطة بالتحكم في نقطة السبات زي ما قلتلكم ما نقدرش بين الوجبات نصبر بنجوه بنروح ناكل يبدأ الاكل اللي احنا اكلناه اذا كان فيه كميات كبيرة من الكربوهيدريت ايضا تحول لجلوكوز الجلوكوز يتحول لدهون تروح على مخازن الدهون فمستحيل نقدر محافظ على نقطة السبات بالشكل ده طيب نعمل ايه بقى عشان نقلل المشكلة دي او نحلها ازاي خلاص اتأكدنا ان ارتفاع معدل الانسلين في الدم بيدمر نقطة السبات ليه ما هو بيعمل ايه قلنا الانسلين بيحافظ ان الدهون اللي في الوجبة ما تتحرقش اللي احنا اخدناها في الوجبة وكمان بيحاول الجلوكوز لدهون فما بيخلاش تتحرق وبيساعد في تصنيع دهون جديدة من الجلوكوز ويروح كل ده يتخزن في مخازن الدهون وبالتالي يزيد الوزن مع الوقت وده يدمر نقطة السبات عشان نخلص من مقاومة الانسلين لازم نعرف ايه اللي بيسببها اول حاجة خلاص احنا حفظين السكريات كل الحلويات والسكر اي حاجة فيها سكر بسيط سواء بقى كان هو نفسه سكر بنستخدمه بقى في المشروبات بتاعتنا او ان احنا بنستخدمه فيه المخبوزات والحلويات والمعجنات من الحاجات التانية كمان البروتين البروتين اللي علاقة بالانسلين ويزوده اه بعض انواع البروتين ونبلاش ندخل في النقطة دي دلوقتي ان هي طويلة وحنتكلم عليها بعدين تزود مستوى الانسلين في الدم متزودش الجلوكوز لكن متزود مستوى الانسلين في الدم عندنا هرمونات الجهاز الهضمي هي كمان بعض الهرمونات لها علاقة بالانسلين فطول ما احنا بناكل وبنشغل الجهاز الهضمي حتى لو مفيش سكريات ومفيش كاربوهيدريت هنلاقي برضو مستوى معدل الانسلين هيرتفع لكن طبعا مش بالقدر اللي هو بيرتفع فيه لو احنا اكلين كاربوهيدريت لو تركزوا معايا هنلاقي ان الستات في الحاملة بيزيدوا واثناء الدورة الشهرية دي حاجات فيسيولوجية هنلاقي ايضا معدل الانسلين في الدم ايضا عالي في هذه الفترات وده يقودنا لموضوع مهم قوي هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده اللي هو مؤشر الانسلين فاكرين لما كنا بنقول مؤشر الجليسيمي ده مرتبط بايه؟ بالسكر لا ده في حاجة تانية بمؤشر الانسلين مؤشر الانسلين ده مختلف عن المؤشر الجليسيمي مؤشر الانسلين في عندنا بعض الاطعمة اللي هي ترفع المؤشر الانسلين زي مين؟ عندنا الخبز القمح وكل ما يبقى يعني الخبز حتى لو كامل المؤشر الجليسيمي فيه ستة وتسيين في المية البطاطس مية واحد وعشرين في المية تعالوا بقى يخدي بقى الفاكهة أيضا مرتفعة خمسة وسبعين في المية التفاح الموزة تمنين في المية تعالوا بقى ننزل للمؤشرات اللي هي الأدنى والنقطة دي مهمة جدا جدا نلاقي الزبدة 2% احنا لسه كنا بنتكلم عن مقاومة الانسلين والانسلين كل ما يكون مرتفع في الدم عندنا مشكلة مع نزول الوزن ومع نقطة السبات ومع تخزين الدهون ومع تحويل الجلوكوز لدهون واللي دي مرتبطة بمقاومة الانسلين طيب الحاجات اللي ما بتحفزش الانسلين أنا عندي الزبدة الزبدة المؤشر الانسليني فيها 2% زيت الزتون 3% افتكروا كنا بنقول في الخبز القمح كام 96% البطاطس 121% زيت جوز الهند 3% الافوكادو 6% الجبنة الكريمة 8% الجبنة 15% صفار البيض 15% البيضة الكاملة 21% طب والبروتين بتاع البيض عشان احنا عايزين نغير كتير من المفاهيم الخاطئة اللي احنا كنا بنوعها فيها ناس كتير كتير بترمي الصفار وتاكل البروتين بس البروتين بقى او اللي هو البياض البيض 55% شوفوا صفار البيض 15% اما البروتين او البياض البيض ده 55% ده يزودوا يعني انتي لما تروح تشيل الصفار ترميه اه او ما تاكلهوش وتاكل بس البياض وتاكل بياض اكتر من بيضة فده بيرفع المؤشر الجليسيم وبعدين بنرجع نقول احنا ما خسناش ليه او وزننا ما زادش ليه الافضل ااخد البياض مع السفار عشان استفاد بالقيمة الغذائية بتاعت الاثنين البيضة كاملة 21% نفهم من كده ايه ان الناس اللي بتروح تعمل ريجيم وبعدين تخفض السعرات الحرارية وتقعد تدور بقى على منتجات الالبان منخفضة الدهون اللي موجودة في المتاجر دي بتسبب لي مشاكل في الانسلين بيخصوا شوية وبعد كده الجسم بيقى طب ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا اخدوا كميات كبيرة من منتجات الالبان منخفضة الدهون وفيها البروتين بروتين فقط طب الدهون دي هي اللي بتحجب عملية تحفيز الانسلين يبعا عكس ما احنا مفاهمين خالص لما ناكل الحاجة كاملة متوازنة افضل بكثير من ان احنا ناخد الالبان منزوعة الدسم الدهون اللي موجودة في الالبان هي اللي بتقلل تحفيز انتاج الانسلين وبالتالي ده هيساهم في ان احنا نقلل من مقاومة الانسلين او نصلحها يبقى فكرة ان احنا نشيل الدهون نهائي من الوجبات فكرة غير منطقية غير ان الجسم بيحتاج كميات من الدهون عشان الخلايا والهرمونات ويعني الدهون لها فوائد عظيمة جدا جوا جسم الانسان ولا يمكن الاستغناء عنها الا انه كمان لها دور كبير في انها بتصلح لمقاومة الانسلين وتساعد طالما في الحدود الطبيعية يعني خلونا نميز بين حاجتين في الوضع العام انا لازم اخد اقل من احتياجاتي طالما انا عايز انقص الوزن انا وزن زيادة وعايز اقلله يبقى في عندي رقم واحد في كل الاحوال انا القيمة السعرية الكلية اللي انا هاخدها هتكون اقل من احتياجاتي اليومية عشان خاطر ان الجسم يضطر ان هو يفتح المخازن عمره ما حيروح يفتح مخازن الدهون الا اذا احتاج الى طاقة الا اذا انا الاكل اللي هو داخل من برا اقل من الاحتياجاتي في الطاقة وبالتالي حيضطر يفتح المخازن دي حاجة الحاجة التانية المهمة ان انا حافظ على معدل الانسلين يكون في اقل مستوى لي لان هو ده اللي بيحافظ على ان الدهون ما تتحرقش اللي هي داخلة في الاكل وكمان بيساعد في عملية تخليق الدهون من مصادر تانية فاحاول اقلل كل الاكل اللي بيرفع لي من مستوى الانسلين عشان اقدر انزل في الوزن الحاجة التالتة من الحاجات المهمة جدا جدا في مرحلة العلاج ان انا لازم يبقى عندي وعي وعي بايه الاطعمة اللي بتضر وايه الاطعمة حتى لو هي مش فيها سكر زي ما احنا شفنا بعض الاطعمة ما فيها السكريات زي البروتين بياض البيض ده مش فيه سكر ومع ذلك بيرفع المؤشر الانسليني انا عايز المؤشر الانسليني بقى في اقل مستوى انا عايز اكل البيض اه مهم ان احنا ناكل المواد الغذائية دي لكن اميز انا هاكل ايه بدل ما ااكل اللي هي المؤشر بتاحها 55 اللي هو بياض البيض لا ااكل بيضة كاملة هاستفاد من صفار البيض والمكونات الغذائية اللي موجودة فيه والدهون الصحية اللي موجودة فيه وفي نفس الوقت المؤشر الانسليني فيها اقل من بياض البيض طيب طبعا كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده للناس اللي وزنها زيادة عندها مشكلة مقاومة انسلين مش للناس الطبيعية يا جماعة ناس الطبيعية ما عندهمش اي مشاكل نهائي واما بيلتزم وبحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتخلص مشكلتهم ما عندهمش مشكلة من اساسه اللي بياخدوه على قد احتياجاتهم وحتى لو كانوا بيتخطوا مرحلة الشابعة وتكونت تكون جلايكوجين او تكون دهون بسيطة فدي حتخلص فيه الايام اللي بيصوموا فيها حتى لو ما صموش خلال السنة فصيام رمضان بيكون كافي بالنسبة لهم لإصلاح الوضع النقطة الاخيرة اللي احنا عايزين نتكلم عليها انه لما بنعم فترات طويلة يعني احنا متعودين بناكل ايه فطار غدا عشا بعض الناس بقى تيجي بين الفطار والغدا في حاجة كده في النص اللي نسميها للسناكس وبعدين بين الغدا والعشا يبقى فيه سناكس وفيه نسبة برضو بتعطي السلة بالليل فكرة ان انا اشغل الانبوب الهاضم بشكل مستمر لتأثير على مقاومة الانسلين فكري لما كنت بقول ان هرمونات الانبوب الهاضم ليها تأثير على سل الهاضم السبيل الهاضم اسفة ليها تأثير على معدل الانسلين في الدم حتى لو احنا مقاكناش كاربوهديد فلما انا طول اليوم جهاز الهاضم شغال بشكل مستمر عمال بين الفطار ومن الغدا فيه وجبة صغيرة الغدا والعشا بعد العشا فيه شوية تسالي او مفيش ففي الحالة دي انا مش مدي فرصة للجسم انه هو يصوم في الوقت العادي ربنا سبحانه وتعالى بعد لنا بين الوجبات يعني في المنهج بالنسبة لموعيد الوجبات في التغذية في الاسلام هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد بين الوجبات والمبعدة بين الوجبات مش بس عشان عملية الهضم لا عشان كمان الجسم يستهلك الطاقة دي وما تتركمش الطاقة في الجسم ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف في الآية 31 يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا وإحنا عارفين المساجل الأساسية بالنسبة لنا في مبعدة بين كل صلاة وصلاة حتى غذاء الروح في مبعدة بينه فغذاء البدن أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل في مبعدة بين الوجبات ده بالنسبة للناس طبعيين طبعا أنا عايزة أفتح أنا عندي غذاء داخلي جوا عندي طاقة داخلية جوا فلازم أدي فرصة للطاقة دي إن الجسم يحتاج إنه يفتح المخازن بتاعته عشان يطلحها وعمري ده ما حيتأت وأنا عمال باكل بين الوجبات باكل بين الوجبات عندي معدل إنسلين عالي فكده معدل إنسلين عالي طول الوقت فحتى الوجبات الصغيرة غير مسبوح بيها يبقى الأفضل بالنسبة لنا واحد باكل إما ثلاث وجبات أو وجبتين والأفضل وجبتين عارفين الحكمة اللي بتقول يعني الصيام أسفل العلاج بالضد هو العلاج بالضد أنا دلوقتي عمدي زيادة بالوزن جات بكام جات منين جات من أكل أكل زيادة عن حاجتي طاقة زيادة عن حاجة الجسم وتخزنت لما أحب علاجها يبقى لازم علاجها بالصيام فإحنا عندنا الصيام ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم فربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام والصيام ده معناها أننا بقف البؤي خالص ولما نقفل الأكل اللي داخل خلاص الجسم هيحتاج وما يقعد فترة طويلة من 14 ل 16 ساعة حيضطر يفتح المخازن دي ويطلع الدهون اللي فيها ويحرقها يبقى الصيام مهم جدا من أفضل من أفضل الحميات الغذائية لعلاج زيادة الوزن ولعلاج مقاومة الإنسلين ولخفض نقطة السبات الصيام الصيام مهم جدا وهو بيقوم بعمل عظيم أولا بيصحح حاجات كتير جدا منها معدل السكر في الدم بيصحح أو بيقلل وبيخفض معدل الإنسلين إلى أدنى مستوياته وده مهم جدا زي أعرف بقى إن أنا عندي مقاومة إنسلين من الأأراض اللي احنا قلناها من شوية ولقي دهون في البطن كابد الدهني رح عامل أشعة لاقي فيه كابد دهني فإزا كان واحد عنده كابد دهني يتوقع إنه عنده مقاومة إنسلين وإزا كان عنده مقاومة إنسلين يبقى يتوقع إنه هو هيكون عنده كابد دهني وهيبقى عنده دهون حشوية وبناعرف في الدهون الحشوية دي من الأجهزة الحديثة الإنبادي ممكن يطلع لنسبة الدهون الحشوية قد إيه فأفضل بالنسبة لنا واحد الصيام أو لو أنا مش قادر أصوم عندي مشكلة درجة الحرارة عالية يبقى كفاية وجبتين في اليوم أقصى حاجة يبقى ثلاث وجبات ما نبعدش أبدا عن بعد العشاء ممنوع الأكل بعد العشاء طيب الناس بقى اللي بتسحى الصبح وتلاقي نفسها مش جعانة تاكل لا ما تاكلش طبعا إحنا دايما بالنسبة للناس الطبيعيين بنقول للفطار يا جماعة الفطار وجبة مهمة جدا هنا بقى مش الوجبة مش هتبقى وجبة مهمة إحنا عايزين أصلا نقلل فهنا حنطبق عليهم نحن قوم إيه لا لا أكل حتى نجوع ولا نجوع حتى نقل وبعدين سيدنا عليه رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينصح ابنه قال لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ولا تقم إلا وأنت تشتهي يعني مش لازم تملى بطنك على الآخر منه فالناس دول اللي هما بيصحوا ما لهمش نفسي للأكل وتخصبوش عن نفسكو خالص ما تاكلوش خليكو للوجبة اللي بعد كده يعني قايم وما فيش نفس الفطار خلاص ما تاكلش وخليك لوجبة الغداء كل ما تطول المدة وطبعا ده لو قاعد من العشاء ما أكلش لغاية الغداء حيبقى عدد ساعات طويل جدا وبالتالي حيتتحسن مقاومة الإنسلين وحيبدأ يفقد فيه الوزن وهنحافظ عليه أفضل طريقة لأن أنا ممكن أكل يوم أصوم لو أنا قدرت أصوم يوم وافطر يوم اللي هو صيام سيدنا داود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوم عارفين يعني سبحان الله رب العالمين لما الواحد جربنا أو لما إحنا جربنا نظام الصيام بطريقة سيدنا داود عليه السلام يعني شيء عظيم جدا أولا طول السنة يعني في ناس مرسد هذا النظام عام كامل فقدوا طبعا من 35 ل40 كيلو وفي نفس الوقت ما حصلش أي مضاعفات ليهم ولا حصل في أي حالة من الحالات ثبات في الوزن نهائي ناس بتاكل يوم بتصوم يوم وبتفطر يوم اليوم اللي بيصوموه فيه وجبتين الصحور والفطار أو الفطور وبعدين اليوم التاني فيه ثلاث وجبات والثلاث وجبات أيضا متوازنة ومصممة يعني مصممة على حسب الحالة لمعالجة زيادة الوزن يعني أيضا حتى اليوم اللي بناكل فيه ثلاث مرات أو ثلاث وجبات الثلاث وجبات متوازنين والثلاث وجبات ما فيهمش سعرات عالية أزيد من احتياجنا اليوم بل بالعكس أقل من احتياجاتنا اليومية في الطاقة لكن فيها نسب من الدهون الصحية عشان شعور بالشبع وفي نفس الوقت غنية جدا 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 بالخضروات وحنعرف ليه لما نيجي نهد يعني الدهون دي الجسم حيبدأ يستخدمها فعشان نحافظ على إن الجسم يتخلص من الهدد ده بشكل سلمي محتاجين بوتاسيوم محتاجين خضروات محتاجين مواد مضادة للأكسادة محتاجين المواد البالوجية اللي موجودة فيه الخضروات والفيتامينات ده بيساعد إن الجسم هيحرق الدهون وفي نفس الوقت هيقدر يعالج النتائج بتاعت الهدد دي فمش هيكون فيه أي مشكلات ومش هيحصل عندنا مشاكل إن الدهون تتراكم على الكبد فمهم جدا لما نيجي نخفض الوزن هنقلل الكاربوهيدريت عشان نقلل الإنسولين الحاجة التانية هنبعد عن الكاربوهيدريت المصنعة أو الريفايند اللي هو بقى السكريات السكر الدقيق الحلويات كل الحاجات دي ولما هناخد هناخد الحصة بتاعتنا من الحبوب الكاملة عندنا حبوب الكاملة عن بقليات فيها نسب عالية من الكاربوهيدريت ونسب عالية من الألياف الألياف مهمة جدا جدا فيتاميين بي مهم وإحنا في عملية الهدف الهدف دي فيتاميين بي وان مهم جدا وفيتاميين بي وان أو بي واحد ده موجود في الخميرة الطبيعية مش الخميرة المصنعة بالنسبة للدهون الصحية خلاص احنا عرفنا انها مهمة جدا جدا وقلنا الدهون بتاعتنا طبعا الزبدة كويسة وصحية وبناخد منها كميات مناسبة لكن ما بنزودش عشان تعرفين المحتوى السعري في الدهون عالية فإحنا عايزين ناخد حاجة مناسبة وفي نفس الوقت ندي فرصة للجسم انه يفتح مخازن الدهون اللي موجودة فيه عندنا الأفوكادو وزيت الزيتون زيت جوز الهند كل الحاجات دي مهمة وإحنا خلاص نحاول نغير بقى فكرة ان انا هطبخ من غير ولا نقطة زيت ومش هشوف وحمنع الزبدة وحمنع كل الحاجات الدسمة وهاكل كل حاجة خليات الدهون فهمنا الناس اللي عندهم مقاومة انسلين اللي عندهم الأعراض دي اللي عندهم دهون في البطن عندهم دهون على الكبد ممكن يبقى ضغط الدم عالي ممكن نلاقي الزوائد اللي انتوا شايفينها في الصورة دي ممكن نلاقي البقعة الدكنة دي موجودة في أماكن مختلفة في الجسم دي معناها عندي مقاومة انسلين وبالتالي هقلل من الكربوهيدرات قدر المستطاع حتى المعقدة منها والمصنعة هنبعدها تماما تماما من الوجبات بتاعتنا لأنها بتعمل ارتفاع شديد في معدل الانسلين قلنا هنعيد تاني مقاومة الانسلين من الحاجات المدمرة لنقطة السبات ننزل نقطة سبات الوزن يبقى احنا محتاجين ان احنا نصحح مقاومة الانسلين محتاجين نصحح كميات الطاقة اللي احنا بناخدها اقل من عشان نقلل الوزن بتاعنا يبقى لازم اخد اقل من احتياجاتي لازم امارس الرياضة لازم اتحرك يعني الواحد يبزي المجهود نتحرك البنات اللي هي فاكرة نفسها انها بتوقف تطبخ وبتوقف تغسل ومعرفش ايه في البيت اه ده مجهود لكنه مش مجهود كافي محتاجين ان احنا نتحرك تمشي سواء تمشي في البيت تمشي برا البيت اه تعملي الرياضة بتجيبي عجلة في البيت اتحركي لازم تتحركي ولازم تبزيلي مجهود مش مجرد ما تفتكريش ان منهدم على العيال او ان احنا نقعد نكتب معاهم الواجبات او الكلام ده او ان احنا بنقف احنا بنقف في المطبخ بس بنقف واقفين او لو احنا بنشتغل واحنا قاعدين في المكاتب نشتغل ساعات طويلة لكن ما بنستهلكش كمية كبيرة من الطاقة ولذلك لما بنروح ان احنا نشوف معدل الحرق عندنا بنلاقي ان معدل الحرق اقل من المفروض يكون عليه عشان ازود معدل الحرق بنام عدد ساعات كافية عشان اقل المستوى الكورتيزون في الدم بقى الاكل بتاعي يبقى متوازن كمان الحركة مهمة جدا جدا عشان نقدر نزود النشاط بتاعنا ونزود النشاط الايض اشتركوا في القناة